في ذكرارة لكتائب القذافي وهي تزحف نحو بنغازي لانهاء انتفاضة أبنائها الذين تاروا على نظام مستبد استمر عقودا من الزمن يطل علينا شخصا ممن ليس من قومه يرتدي زي الليبي حتى يخيل لك أنه منهم مروجا لبرنامج قيل أنه لسيف القذافي الذي دائما وأبدا ما يعتقد أن ليبيا تمحورت في شخص أبيه دون تقديم أي اعتذار عن 40 سنة من ظلم أو ترحم على ضحايا قضوا نحبهم لأجل حرية أنشدوها وخرج بلا إحم ولا دستور في مؤتمر صحفي بوثامن تونس إحدى دولي ثورات الربيع العربية يتحدث الناطق باسم سيف واصفا ثورات الربيع العربي بمؤامرة حيكت ضد ليبيا حتى لا تكون في المقدمة مسترجعا أو هاما يعرفها الصغير قبل الكبير ومروجا مرة أخرى لمشروع ليبيا الغد الذي تغزل فيه وتغنى ونسي أو تناسى أن هذا المشروع كان في زمن جماهرية لا تعترف بدستور ولا حرية تعبير ولا انتخاب الرجوع بالذاكرة هنا ليس ببعيد فالتهديد والوعيد الذي حمله سيف القدافي في خطاباته تارة من فوق دبابة وأخرى من فندقة إبانا فبراير لن تنسى وستظل راسقة في كل من عاشها ليطل علينا من جديد تحت مظلة الانتخابات المحرمة في عهد أبيه لإرجاع أوهام لا تعشش إلا في الرؤوس الفارغة جاءت فبراير لترسخ مبدأ التداول على السلطة ولتحرر العقول وتفتح المنابر المغلقة ولتنهي حقبة لا حكم العائلة الواحدة ليكون سيف القدافي أحد المستفيذين منها كونها تسمح لكل من يرى في نفسه أن يحكم ليبيا بأن هناك صندوق اقتراع تجاهله هو وأبيه عقودا من الزمن ليعود ويعترف به ولتكن تلك الصندوق هي الفيصل في من يحكم ليبيا لا من يرثها